بذريعة محاربة تنظيم الدولة يواصل النظام وحليفه الروسي استهداف تجمعات المدنية في محافظة حلب غير عابئ بالقوانين الإنسانية أو الدولية فبعد استهداف المدنيين في منازلهم وأماكن عملهم كانت مدارس الأطفال في أرياف حلب على موعد مع صواريخ الروس الذين رأوا أن أطفال المدارس يشكلون خطرا على أمنهم وأمن حليفهم الأسد فاستهدفوا مدارسهم أثناء تقديمهم لاختبارات الفصلية ليحيلوا أحلامهم إلى أشلاء متناثرة صباح الأمس استشهد ما لا يقل عن عشرين طفلا مع بعض معلميهم إثر استهداف مقاتلة حربية روسية لعدة مدارس في بلدة عين جارا بريف حلب الغربي لتختلط دماء الأطفال بحروفهم وفي خطوة مماثلة تدل على تعمد استهداف المدارس استهدفت مقاتلة روسية اليوم مدرسة في بلدة حيان ما أوقع شهدين أحدهما طفل كما استهدفت مدرسة أخرى في بلدة حد 2 بريف حلب الشمالي دون ورود أنباء عن ضحايا مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب الحرة أكدت أن المدارس التي تعرضت للقصف لا وجود لنازحين فيها وهو ما زاد من حدة الإدانة التي طالت عمليات القصف الممنهجة تلك باعتبار النظام يشرع قصف مدارس تأوي نازحين أكثر من استهداف طلابا يؤدون امتحاناتهم وحرصا على إنقاذ أرواح طلابها طلبت المديرية من القائمين على المدارس تعديل أوقات الامتحانات واتخاذ إجراءات أمنية لضمان سلامة الطلاب ناشطون يرون في القصف الأخير الذي طال أرياف حلب خطوة انتقامية متعمدة من النظام وحلفائه بعد الهزائم الأخيرة التي مني بها في معارك يريف حلب الجنوبي السياسيون توقعوا وقف النظام لعملياته العسكرية ضد المدنيين أو تقليصها على أقل تقدير كبادرته حسنينية قبيل عقد مؤتمر جينيف لكنه واجه تلك التوقعات بمجاهرة جرائمه المبتكرة بحق المدنيين أمام المجتمع الدولي الذي غالبا ما يكتفي بتنديد خجول اشتركوا في القناة